هنا أحد ميادين اسطنبول فيه تمثال لمؤسس الجمهورية التركية بقيمها العلمانية تمر أمامه ملامح تغيرات مجتمعية تبتعد عن تلك القيم حتى صارت مثار جدل بين السياسيين يطفو بين فترة وأخرى أحدث حلقاته ما أثاره حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية باقتراحه مشروع قانون في البرلمان يضمن عدم المس بحرية ارتداء الحجاب خطوة شكك الحزب الحاكم في مصداقيتها مستعرضا تاريخ المعارضة فيما وصفه بمعادات الحجاب ليس لدى الحكومة قصة ترويها للشعب في الوقت الحالي سوى خطابة من الماضي مبنية على الأكاذيب حول موقفنا من الحجاب والمساجد لقد اقترحنا قانونا من أجل أن نضع حدا لمثل هذا الجدل عند كل انتخابات والآن بما أن السيد أردوغان قد حول هذه القضية إلى صراع سياسي فيمكن حلها بسهولة من خلال القانون مقترح المعارضة قابله الرئيس التركي بالإعازي لوزير العدل بالإعداد لتضمين قضية حرية ارتداء الحجاب في دستور البلاد وليس فقط في قانون يمكن مخالفته حسب قوله تحاول المعارضة تحقيق إنجاز باستخدام عدد من القضايا مثل المشكلة الاقتصادية في الأشهر الأخيرة والتي تم تجاوزها بفعل إجراءات الحكومة لذلك اكتشف حزب الشعب مصارا جديدا نحو الانتخابات اختار طريقة المظهر اللطيف تجاه المحافظين ومع ذلك هناك وضع مقلق بالنظر إلى السجل السيء للحزب في تعامله مع الحريات والحياة الدينية أما في الشارع التركي ثمت مظاهر كثيرة تدل على انسجام المجتمع بأطيافه المختلفة الكثير من عنوين التجاذب والاستقطاب ستكون حاضرة في سباق الانتخابات التركية الصيف المقبل بعضها أزمات تستحضر من الماضي خدمة للحاضر وبعضها الآخر حاضرا يسعى المتنافسون للاستفادة منهم مستقبلا بغية تحقيق مكاسب سياسية محمد المشهر ويسكا نيوز عربية إسطنبول